اليوم ماذا تريد أمريكا أن تقول لروسيا يعني هل أنت الآن في الزاوية وهي تجتمع مع هؤلاء ترى الرؤى المختلفة وفي ذات الوقت تقدم المساعدات المالية حالتي يعني من رامشتاين 700 مليون دولار عبارة عن مساعدات عسكرية منها ما هو دفاعي ولكن منها أيضا ما هو هجومي لتدعيم القوى العسكرية الأوكرانية تماما الأستاذ نوفل تجيب الإشارة فقط إلى أن الملاحظة بمعنى إلى أن ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تحاول أن تحاول إصلاح تلك الصورة التي تحدث عنها الإعلام العالمي بمعنى أن اهتزاز الردع الأمريكي فيما يتعلق بالقوة الأمريكية المعروفة كما قلت الأستاذ نوفل الآن نعيش على حرب عالمية على إيقاع حرب عالمية فيها الجانب العسكري فيها الجانب الجيوسياسي وهناك كذلك معركة موازية هي معركة ترتبط بالنظام المالي العالمي وفيما يتعلق بالغرب من خلال تصريحات التي جاءت سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من حلفائها الأوروبيين خصوصا بريطانيا هناك إشارة أولى على استعصاء الحوار والمفاوضات مع روسيا وهناك تشبت روسي بكون أن ينبغي لهذه العملية العسكرية أن تحقق أهدافها بل أكثر من ذلك هناك مرحلة جديدة في استراتيجية روسيا داخل أوكرانيا بمعنى أن هناك الآن ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية وما يقلق بريطانيا والحلف الغربي بشكل عام وهو كون أن هذه العودة القوية لروسيا منذ سنة 2008 مرورا بالحرب السورية وصولا إلى الضم جزيرة القرم ثم الآن تلاحظون بأن هناك مدن تتساقط الواحدة الأخرى في شرق أوكرانيا خيرسون هناك سيطرة الشبه تم على منطقة خاركيف هناك آخر معقل للمقاومة أوكرانية لمدينة للجيش الأوكراني هو منطقة أوديسا ما أشرتهم إليه كذلك بأن هناك إمكان لانتقال هذه الحرب إلى مولدوفا إلى أعضاء حلف الناتو وإلى دول الاتحاد الأوروبي والخطير في كل ما يتعلق بهذه الحرب هو أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي والتصعيد السياسي من الطرفين هناك لغة قوية جدا استعملها بوتين تتحدث على إمكان نهيار كل منظومة التي أفرزتها الحرب العالمية خصوصا ما يتعلق بالردع النووي بمعنى أن هناك إمكانية لاستعمال هذا السلح وكان بوتين واضحا في هذه المسألة كان الرد من بريطانيا كذلك التي قالت بأننا نحن دولة نووية وبأن صواريخنا موجودة تحت الماء كذلك كان الرد من الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط للقول على أن هناك الآن صراع بين قطبين وهناك قطبين يتشكلان لن تتأخر دول حليفة لروسيا لإعلان بطبيعة الحال لإعلان موقفها الواضح من هذه الحرب الصين لحدود الآن هي تلعب على الحبلين لذلك أعتقد بأننا نحن متجهون متجهون لمزيد من تصعيد صحيح أن هناك مفاوضات ولكن في حقيقة الأمر هناك تصعيد على المستوى الأرض وتصعيد السياسي وديبلوماسي وأتمنى أن لا يتطور إلى مواجهة شاملة ترجمة نانسي قنقر